أما بالنسبة لمن تركت السعي فنقول الأصل أن السعي مما أمر الله جل وعلا به المؤمنين عند أداء النسك من حج أو عمره قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وجاء في حديث بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا وهناك اختلاف فقهي ولكن من عجز عن إتمام السعي كان الواجب عليه أن يتمه بركوبة على شيء من الآلات التي يتمكن بها من إكمال سعيه فلو ركبت عربية وأكملت السعي لكان هذا هو الذي تتحقق به مصالحك فتكمل به نسكك وتحافظ على صحة بدنك ما دمت الآن سافرت فإن أهل العلم اختلفوا في السعي هل هو ركن كما قاله فقهاء الحنابلة والشافعية أو هو مستحب كما قاله بعض الحنفية أو هو واجب والأظهر من أقوال أهل العلم أنه واجب وليس بركن وبالتالي فإن من تركه لزمه حينئذ دم يذبح شاتا في مكة لمساكينها لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم